خلونا نروح للمتحف العالمي لليوجا ودي حاجة بالنسبة لي أنا معرفاش خلط اليوم العالمي لليوجا أنا مش عارف إن كان فيه يوم عالمي لليوجا عشان أنا لأخفيك أي سر ومكنتش عارف كمان إن مصر مهتمة بهذا النوع من التأمل لو صح الكلام يعني أو لو صح التعبير مش عارف محترف في تأملات اليوجا هيوافقوني على ده ولا لأ يعني هيبقوا مفقيني إن ده تأمل ميديتيشن يعني ولا مش عارف المهم مصر بتحتفل باليوم العالمي لليوجا وبتحتفل به تحديدا في مدحف الطفل وده بحضور السفير الهندي بالقاهرة ومجموعة من كبار الشخصيات الهندية والمصرية واللي مهتمين جدا بمسألة اليوجا أنا أحب أهتم باليوجا برضو تعالوا نشوف هذا التقرير نهتم سوا ونطلع فاصل بعدها على طول لكرام الب shadow يزدي هذا نatter نپس التلك الرجحية سعرك Lee we are celebrating the seventh international day of yoga I am very happy to see a large number of people including your Deputy Minister for Youth and Sports who will be the chief guest and of course there are a lot of children who have come here to do yoga we are looking forward to it نحن نضع هذا التفضل في الحنزة الاجتماعي في الـ 19 يوم ، لقد جمعين نفصل من عام المدينة من المدينة من المكتور والمعجلة. ومعني أن أعرف أن هناك الكثير من الاجتماعي في الاجتماعي عن عيوة وأنتم بشكل وعندما في الاجتماعي يتجربون عيوة لأنه كثير من وقت ومع ذلك على حيث ممتاز بإمكانك تجربة جيدة ومع اشتركك في القناة مع يوغا تنظر أيضاً ومع اشتركك في القناة ومع اشتركك في القناة لذا هو حيث تحركك في القناة اليوم هناك مجموعة من الهيئات الحكومية والخاصة مع سفارة الهند ونحن عارفين العربات المصرية الهندية متميزة جداً في صعيدة كثيرة ولكن الصعيد الرياضي لو قلنا ذات الصبغة اللي نقدر نطلق عليها الصوفت باور أو الخوة النعمة دي بتقرب جداً ما بين ولادنا وما بين المسؤولين وما بين اللي بيقوموا على هذا النشار فاحنا كنا حارسين ان احنا نقدم كل التجهيزات او الاحتياجات اللي ممكن تسهل مهمة اليوم العالمي بس في حاجة جديدة عشان جائحة كورونا مش عارفين نجيب كل الناس فاحنا عملنا بس مباشر عبر موقع الاتحاد والهيئات بتاعتنا هتشارك وهتشوفوها على الشاشات بتتشارك مع الناس هاد اليوغا دي احنا بنعتبرها جزء تراثي وحنا متعامل مع التراث بشكل أسكاله سواء تراث مادي والتراث لا مادي واليوغا من ضمن المسميات التراث اللامادي فدي ثقافة شعوب وجزء من برنامجنا احنا احنا نعلم أطفال وأسرهم ثقافات الشعوب وخاصة الثقافات اللي هي يعني فيها نوع ممكن نستفيد منها سواء رياضيا أو علميا أو صحيا فكل ده احنا بنحاول نعلمه ونجربه ونصدفرس لهذه الفعاليات بتعلمنا الانضباط هدوء النفس أنا عن ناسي ساعات بجربها في البيت بس طبعا مع الولاد فبالنسبة لنا اللي احنا نتعلم كمان حاجة يعني نستفاد منها أكتر دي حاجة كويسة بالنسبة لي أول مرة بصراحة أجي وأول مرة أعرف يعني إي وجه أول مرة شارك أصلا في إفنت زي ده فبالنسبة لي حاجة جميلة جدا أنا بالنسبة لي حاجة جديدة حب أن أنا أجربها ترجمة نانسي قنقر